بصوا اول حاجة هجيب معي بيتين بحرارة الغرفة وعليهم فانيليا وده دي سبونش هناخد منه كوباية واحدة بس دي سبونش ده بيتباع في كل حتة وهناخد عليه معلقة كبيرة مية ومعلقة صغيرة محسن جل هاخدهم واضربهم كده مدة لطة كله عن 7 دقايق لحد ما يبقى بالشكل واللون اللي انتو شايفينه ده بعد كده هجيب صنية مقاس 20 هفرت فيها ورقة زبدة وهصب فيها خليط الكيك كله بعد ما بصبه كده بجيب استيكس وبعمل دواير كده عشان الكيكة سطحها كده يطلع مستوي ما فوش اي تشققات دخلتها الفرن في الرف المتوسط على 180 اول ما طلعت سبتها تبرط خالص وشلت الورقة وقسمتها كده على اتنين يعني التورتة طلعت معي ديسكين هنستعمل النهاردة في تورتة الموس ديسك واحد والديسك التاني هشيله معي في فريزر لوصفة تانية شايفين الكيكة لونها وشكلها تحفظ الكريمة بقى هجيب معي كوباية اللي ربع كريم شانتي خيم وعليه كوباية ونص مية متلجة وعليهم معلقة كبيرة لابان باودر ومعلقة كبيرة سكر باودر ومعلقة كبيرة باستر كريم هضربهم كده كويس لحد ما يبقوا باللون والشكل اللي انتو شايفينه كده هم حاجة على سرعة عالية جدا وتتدرب مدة طويلة هجيب معي معلقة جيلاتين باودر عليها 3 معالقة مية دافية اقرب للسخنة وهدوبهم كده كويس وأصفيهم وحطهم على خليط الكريمة خطوة دي مهمة جدا عشان بتدي تماسك للكريمة بعد كده هجيب معي 100 جرام شوكولاتة بيضة هسياحهم في المايكرويف وبعد كده هبردهم كده بالكريمة الاول وبعدين هضفها ما اضفهاش مرة واحدة عشان هتخلي الكريمة معاكوا تخرص كده ويبقى فيها كتل وهضيف عليها كمان 3 معالق كبار مليانين زبدة لوتس زبدة اللوتس دي في محلات مستلزمات الحلويات تعمها قريب جدا اللي هي الاصلية الغالية دي بس التمن طبعا اقلب كتير هنضربهم كده كويس قوي مع بعض لحد ما يبقى باللون والشكل ده هجيب بقى طبقة هحط عليه قعدة تورتة وهحط عليه الدسك بتاع التورتة وهقفلوا كده بورق فاكيوم هتأكد كده ان هم قفول كويس عشان مفيش حاجة من الكريمة تطلع برا وهجيب ربع كباية مية عليها معلقة سكر ومعلقة صغيرة فانيليا وهسقي بها الدسك بتاع التورتة بالشكل ده عشان تطلع طرية وحلوة معي هضيف بقى الكريمة كده كلها الكريمة دي طعمها طحفة يا جماعة بعد كده هدخلها الفريزر تسقع مش قل من 3 ساعات فوق الوش بقى هجيب معلقتين كبار لوتاة سدوبهم في المايكروويب وعليهم معلقتين كبار زيت وبعد ما طلعهم الفريزر هحط عليها التوبينك الاخير بتاع اللوتاس ده واحطها كمان حوالي ساعتين في الفريزر تاني اول ما بتطلع كده وبتأكد ان هي جمدة كويس معي كل ما تقعدوها في الفريزر اكتر كل ما طعمها يبقى احلى كمان يعني لو من الليل للصبح تبقى احلى بجيب بقى سكينة وبقسم التورتة كده الاول بحددها على تمانية دي احسن طريقة عشان تطلعوا الكيكة معاكو شكلها حلو والقطع كلها قد بعضها بحدد وبعدين بقطع بعد كده جبت مربة الحليب عملت بها رزيتات وزوقتها بالفصوس الدهبي دي شايفين شكلها طحفة وحطيت في النص شوكولاتية شكلها حلوة قوي طعمها حلوة قوي كل اللي هيشوفها او يدقها هيفتكرها جاهزة